موسيقى موسيقى في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها تمكن أفراد فسيلة الأبحاث لدرك الوطني بوهران من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في النصب والإحتيال على الأشخاص عن طريق الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومختصة كذلك في تنظيم وتدبير رحلات الهجرة الغير شرعية عن طريق البحر انطلاقا من شواطعين ترك بوهران هذه الشبكة متكونة من ثلاث أشخاص ستراوح أمارهم ما بين 30 إلى غاية 40 سنة ينحدرون من ولايتي الجزائر ووهران مسبوقين قضائيا وقاموا بعدة قضايا نصب واحتيال على عدة أشخاص بحيث رفعت ضدهم مخالفات التالية تكوين جمعية أشرار النصب والإحتيال والتزوير واستعمال المزور وكذلك حيازة سلاح بطريقة غير شرعية